موسيقى قرابة 800 مليون شخص حول العالم شاهدوا حفل زفاف الأسطوري للأمير شارلز ولي عهد بريطانيا والأميرة ديانا كان هذا الحدث منذ 40 عاما الزفاف لا يزال عالقا في أذهان كثيرين فكان مبهرا بفخامته بمراسمه الملكية عرس وكما في الأحلام عربة ملكية مذهبة تجرها الخيول فستان جميل للأميرة زاد طول طرحته عن سبعة أمتار وغيرها من مظاهر الأبهة الملكية الآن بإمكانك أن تقتني تذكارا صغيرا من هذا الزفاف الأسطوري هو هذه القطعة من كعكة الزفاف فتم الاحتفاظ بها حتى اللحظة ويمكنك أن تكون سعيدة الحظ وتحصل عليها فستباع في المزاد العلني ليست صغيرة طولها أكثر من 20 سنتيمترا وعرضها 17 سنتيمترا ونصف وزنها أقل من كيلو بقليل 800 غرام قطعة كبيرة إلى حد ما وتغطيها طبقة من حلوى السكر الرزبيان عجينة اللوز عجينة اللوز معروفة لوزينة عليها هذا الشعار الملكي وما زال على فكرة بالحلوى رسم الشعار الملكي وما زال محتفظا بألوانه الزاهية ستعرض قطعة القادتو في المزاد العلني بالإضافة إلى بطاقة مراسم الحفل وتفاصيله قدر سعر هذه ستعرض طبعا هي بدءا من 700 دولار معك 700 دولار ادفع واخذهم لكن تعلمون أنه في المزادات دائما ما تكون هناك مفاجآت طبعا هذا ما بقي من قالب الكيكة الأصلي لأن قالب الكيكة الأصلي كان منه هناك 23 قالب مثل هذا للضيوف ضيوف الزفاف الملكي بلغ طول الواحد مترا ونصف ووزنه للواحدة الواحدة 120 كيلو استغرق صنع الكعكات 14 أسبوعا ومن صنعها هو هذا الرجل الذي يتصور بجانبها اسمه ديفيد ايفري وهو رئيس الخبازين في مدرسة طبخ البحرية الملكية البريطانية القطعة أهديت إلى مويرا سميثا التي تعمل في قصر كلارسن كلانس هذا القصر الملكي أحد بيوت العائلة المالكة لكن مويرا لم تتهمها بل غلفتها برقائق البلاستيك الشفافة وحفظتها داخل هذه العلبة الحديدية كتبت عليها أرجو حملها برفق كعكة الأميرة شارلز والأميرة ديانا والتاريخ موجودا عليها 29 من يوليو عام 1981 في عام 2008 باعت سميث الكعكة إلى جامع التحف جامع التحف سيعرضها الآن في دار دومينيك وينتر البريطانية كريس ألبري مدير هذه الدار دار المزادات يقول القطعة تبدو في نفس الحالة الجيدة تماما كما كانت عند بيعها في الأصل لكننا ننصح بعدم تناولها كيف غلرد المعلقون الإنجليز على هذه الكعكة عندما سمعوا بها ويلدو يو يقول لماذا تحتفظ بقطعة من كعكة الزفاف لمدة 40 عاما خاصة وأن الزواج انتهى بالطلاق ثم الموت في النهاية هناك بعض الأشخاص الغريبين جدا في هذا العالم وسيكون الأمر أكثر غراب إذا قام مريض نفسي بشرائها لدينا تغريدة من أودن ماري تقول استمرت لفترة أطول من الزواج نيل جيمس تقول لدي شريحة جميلة من كعكة السويس رول عمرها 15 عاما إذا كنت تفضل ذلك 40 جنيها سترلينيا وهي لك شانوس شانوس يقول ما هو تاريخ انتهاء الصلاحية عليها قطعة الكعكة احتفظت كما قلنا بقوامها وزيناتها لمدة 40 عاما لكن الزواج الملكي لم يستمر انفصل الأمير شارلز والأميرة دايانا في عام 92 تم طلقه في عام 96 أي بعد 15 عاما بعدها بعام فقدت ميشفية الأميرة دايانا إثر حادثه سيارة في باريس بعدما استحوذت على قلوب الملايين ولقبت بأميرة القلوب أعود إلى الكيكة لأنا معي عبر خدمة سكايب من دولزدورف في ألمانيا المتخصص بهندسة الكيمياء الحيوية الدكتور حسن الكاسم مرحبا بك دكتور حسن فسر لي لماذا تتغير الكيكة عندما أضعها أنا في البراد بعد أسبوع ويأكلها النمل والدود وهذه لم تتغير منذ أربعين عاما نعم مستاذ أحمد حياة حافظات الطعام معموما تهدف لشغلتين الشغلة الأولى أنه نمنع الهجوم المايكرو أورغانيزم أو البكتيريا أو الفطريات على أنواع الطعام المختلفة والهدف الثاني أن نمنع الأكسدة التي ممكن تحصل على الفاتس أو الدسوم وبالأخص تكون الدسوم الغير مشبعة هل تعتقد أن هذه الكيكة تم وضعها أو إضافة حافظات الطعام لها؟ هناك عدة طرق طبعا لحفظ الطعام من الهجوم البكتيري أو الفطري وبعض مننا قديم جدا قدم التاريخ ألاف السنين تستخدم مثل تقديم اللحم مثلا يضاف له الملح لسحب الماء طبعا كل الطرق تهدف لفكرة واحدة فقط بما فيها الطرق الحالية المستخدمة الآن هي أن نخلق وسط غير مناسب لعيش وتكاثر البكتيريا والفطريات وأهم هذه الطرق هي منع وجود الماء فأحد الطرق مثلا أنا أعتقد أنهم تطبقوها هي التشفيف بالتجميد أو الفريز دراينج هذه الطريقة هي حقيقة يتم أولا تبريد الطعام بشكل مفاجئ وبعدين يضع بخلاء بخفض الضغط لدرجة بحيث أنه يصير في تبخر للماء وتحولوا من الحالة الصلبة الفريز إلى الحالة الغازية جميل فهمت عليك افترض أنني اشتريتها أنا معي 700 دولار اشتريتها ووضعتها في الميكرو ويف وأكلت قطعة منها كم سيستغرق الأمر كي أموت؟ كم دقيقة؟ حقيقة ينصح بعدم أكله طبعا لو كان الفود نفسه لم يصل له تحول نوعي بمركب الأكل نفسه سواء كان دسم أو زيوت أو مواد أخرى لكن غير ينصح لا ينصح بأكله لأنه لا ينصح بأكله ألا تعتبر مادة سامة مثلا؟ عمليا أنت وقت تجفف وتأخذ الماء من قطعة الكيك أنت فقط تمنع البكتيريا من أنها تنمو لكن مكونات الكيكة قد تكون لساعة نفسها وما تغيرت عرفت علي لكن ربما أنه أنت بس منعت البكتيريا والفطريات من النمو التي تغير من طعم والرائحة الأكل وبالتالي تظهر لنا أنه انتزعت ما يعني كلمة انتزعت؟ الأكل انتزع؟ طلعت ريحته أو تغير شكله؟ هذول الشغلتين مسؤول عنهم البكتيريا أو الفطريات التي تنمو فأنا إذا منعت منمو البكتيريا والفطريات ستحتفظ بقوامها وشكلها شكرا لك شكرا لك المختص بالهندسة الكيميائية الحيوية الدكتور حسام الكسم شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها